رفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أسمى آية الشكر والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك المفدى على ميوله جلالته من رعاية ودعم لا محدود للملف الإسكاني الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن منوها في الوقت ذاته بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومتابعة سموهما الحثيثة التي أثمرت الملف الإسكاني وأسهمت في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإسكانية أمر سام لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أربعة آلاف ومئتي وحدة سكنية في كافة محافظات مملكة البحرين جاء في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة بتوفير الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين المستحقين بمختلف المحافظات وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الإسكان أن الوزارة بدأت بالاستعدادات الفعلية للإعلان عن جدول التوزيعات متضمنا الإطار الزمني للتوزيع والمشاريع التي سيشملها على أن يكون ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة مؤكدا حرص الوزارة على الالتزام بالجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه أسوة ببرامج التوزيعات السابقة لافتا سعادته إلى أن أمر سمو ولي العهد يأتي مكملا لمراحل التوزيعات السابقة التي كان سموه قد أمر بتوزيعها العام الماضي وتضمنت ستة ألاف ومئتي وحدة سكنية والتي أسهمت بشكل كبير في خفض قوائم الانتظار وتلبية عدد كبير من الطلبات في مختلف المحافظات مؤكدا أن التوزيعات الإسكانية تأتي في إطار مساعي حكومة المملكة نحو تحقيق الاستدامة في حصول كل مواطن تنطبق عليه المعايير الإسكانية خلال فترة زمنية وجيزة على طلبه الإسكاني وأن ذلك يتماشى أيضا مع مساعي توفير 25 ألف وحدة سكنية وردت في برنامج عمل الحكومة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين